موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام مصر الخير عليكم في هذه الحلقة اللي كنت شاهدوا معنا برنامجكم قصة الناس كنرحب بالناس اليوم الضيوف الكرام اللي حاضرين في البلاتو اللي جاوشي لكونا القصة ديالهم كنرحب أيضا بركوش الأستاذ محمد المساعدي اللي غير رفقني اليوم في هذه الحلقة والحضور الكريم اللي معايا داخل البلاتو قصة الناس كتب واحد غير حياتي موضعنا اليوم قصة الناس محجوب كتب واحد غير حياته وخلاه يشد في الدين مصطفى كان مبليء بالشراب والحشيش ما تعالش بالدواء وكتب واحد قراءه كان كافي بالعلاج أنوار لا قراءة لا خدمة كتب واحد حليه البيبان وحطه في طريق النجاح مرحبا بك سي أنوار سي مصطفى سي محجوب سنشكركم بزاف اليوم اللي جيتوا تعودوا لنا الجريبة والقصة ديالكم مع كتب واحد اللي اضطر في حياتكم محجوب بدأ معك القصة ديالك وعلاقتك بكتاب أنت أكيد تكون قريتيش حال مكتاب آه بطبيعة الحال أصبرك تلاعيك قاري قاري أعطني المستوى الديراتي ديالك طالب فعيل بالنس طالب فعيل بالنس يعني سنوات علاقة يومية مع الكتوبة مع الكتوبة مع المقرارات مع المقرارات الكتوبة والكتوبة نعم تقريبا 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 كتاب واحد هو اللي غير بزيف ديال الحويش وخا شو الحاجات اللي كانت محتاجة لتغييف الجوح الكتاب بقليب كل شي هي الحاجات تبدأ من الصور حتى كما تقوله الطفولة هو الرهان معلوم يعني تبدأ من الطفولة من طفولة هو الساس اه تبدأ تبدأ تسوول معات تبدأ تكبر شوية تكسبع سنين تبدأ أقول لك صلى وصوم تبا عرشة يعني مو يصلي ولدتا كل أساس صوم ولدتا كل أساس يعني خاص تخاف من ربي وكي انت في الداخل تقول لك عشها لخاف من ربي ايه وعلى شيء يخصنين صوم وعلى شيء مع المودة تتكبر و تكتكبر والأسئلة تكتبر أسئلة تكتشر تتكون وأسئلة خاطرة بزيف والأجوبة ما كيناش أجوبة ما كيناش يعني يعني انت غادي انت غادي تألف ابنة حيث بالصح نحن كوالدين كي يجيوا أولاد ناس وولونا شي سؤال ما تتكون معارش انت الجاوز وانا كينوسط أسرا لا كينوسط أسرا متشقفة يعني تقدر تفهمك وكينو متشكفي وبدل وبدل حدد مش يدخلوا معك في مواضيع أخرى موم تطلع تطلع للمستوى دي السنكيام السيزيام الباق تتقرى الفلسفة ايه بلد الفلسفة يا أخطر بلد الفلسفة تقولك أخطر حاجة من بعد تطلع للملافك العالم دي الكلية وذلك تسمع شي حواج لمسجحة العقل العادي تقبلها يعني تزيد إكدولك ذلك شوك وكينو إذا أنت تقلب على الإجابات تقلب الإجابات وشألقاء أسئلة أخرى عباد ما ألقاء إجابات شألقاء تنزيد كزيد شابك يعني تدخل في واحد العالم بحال ما تدخل تتلقى أستاذ تتحددت لك على الدين بحال ما تدخل بدأت من الإعجاز العلمي طالب تقول أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن وعلاقته الفلسفة ويقول لي بكل صراحة إذا أدخلت العلم والدين سينهزموا الدين تماك صفي هذا كش اللي بقى كفملوا لي آه بلقانعات اللي عندك كانت عندك بزردي المحواج اللي يبينو بين تنصلي وتنصوم وكل شي وتنعاف تنصلي صوم بالفترة ولكن نسا بريتي بريتي الأجوبة مقنعة لأسئلة ديالك وتي حاجة الركيزة ديالب الصحب المصلة والصوم ركت تدير ما بناشى دك يبينو نعرفوه حتي قولك ما حذر لديش وعدة تسويج قولك أدي حسن لك لقى عرف هذا شي أهلا حتى نلقى عرف هذا شي وان ما نعرف كتر يجي أي وإحنا تتكون نكساء الإنسان بقى ديالشخصية هشيشة كيولي ما حيلته هنا اسمع الموبة اسمع الأسد الفلسافة اسمع الصاحب والتي يقولي هاد الأفكار هكذا أفكار متطرفة كنسمعها بلايس خورين كيولي إنسان حائر أه بطبيعة الحائر تتقولي الريح اللي جد تتدي أه يعني لتكون ما ما نتعم مع الدين لك صدريحة البحث على الحقيقة أه هذه كتكلي بديتي أنا وبدأت و تعرفت لأشي أصدقاء واحد صدقاء قتليها ودى شنوكي نشنوكي وقالي أسد الفلسافة على شدرنا على شدرنا ويقولي وغير شي كونه تتصلي وتتصوم ورغم ذلك لا رغم ذلك تكفيه تريين رغم ذلك كم يتقول تزدينا معاه يعني يعني ما ممكنش تقطع تتوقع تصلي وتصوم و لكن في شك مشي شك في الدين دير أخذك شي حاجة وقال لي عنده شي محاضرات غادين أعطيهم لك على شكل كتاب نقرأ ذلك المحاضرات إلا هذا ما دخل مع كلاف نقاش لاوالو قد أن أعطيك واحد كتاب حيش ما يكفين نقاش ديالو حيش تلخلين نقشوني عادي بدون آدي لا يكن عكش وقال لي قل يمسل الطريقة قال لي ودي ما نعطيك لهدرات ديالي أعطيك آدي الله ويعطيني كتاب ومحاضرات دي الأحمد وقال لي ودي قرأها وردع لي ما فهمتي قلتيني هو أعطيها لك وليس شريتيها لا هو أعطيها لك أنت عنده وقال لي وديها وقرأها وردع لي ومعما قرأتها تلقى عالم آخر تلقى بفريكة إعجاز علمي في القرآن يعني آيات والتفسير ديالها وعلى شهر تهدر وشنو الغاية كنتين مستعد ومتشوق أنك تقرأ طبعية الحال يعني تقلم من السنة حتى العام الثاني في الفلافا وأنت تتقلم من السنة الأجوبة تناوي من السنة ومسيزيام والباكالوريا والسنة الأولى والسنة الأولى والسنة الأولى خمس سنين خمس سنة تتقلم وأنت لم أردت شيء يكتب اللي يجوبك على مردت شيء عالي من ذلك العلماء اللي يزول في الفضائيات مردت شيء في المكاتل كنت يقول كل واحد يدي أريحني عند الشيوخ كله يقولك هذه الحالة لدي حارة وانت كتتسول بعدها؟ اه تتسول بطبيعة الحال نعم طب تحتيف الكتاب حليت الكتاب صافي لقيت العالم اللي بغيتها لقيت وتمك في الكتاب نعم شكرا لك محجوب مازال نهضرو على التأثير زي ما دي لهذا الكتب عليك شكرا لك سيم صطافة انت مختلف على جزيبا ديالك على سيم حجوب كنت مبلي كنت مبلي كنت مبلي كنت مبلي اختيشي عشرين سنة دب عشرين عام الحشيش الحشيش الشراب الشراب والقاوي اللي تجوش دبها دخلت تقراسي اللي بلاتي تخليني في عشرين عام يالحشيش والشراب والقاوي والدوران وما جاه واردك الشيء يعني بنادم تالف اي كنت تالف المعقول مزيد كنت تالف اي وكيف شو واحد ما رغا تشد كتاب تقرانتها أصلا مسالي للقراية ولا الكتوبة ولا تلحل خارج بليت الشهد عبكري في ثماني وسبعين ما عندك علاقان تاب القراية ولا الكتوبة لا وتنقرى الكتوب وتنقرى القيصاص وتنقرى كل شيء ايه؟ تقاف راسك براسك ايه ايه انا خارج من المدرسة وباقي عاقل على القراية اخذيت واحد الكتاب دي لتعليم الصالة هو اللي هداني للطارق المستقر وعليش انت قلبتي على تعليم الصالة؟ شكولي قالي كراسك سيرت صلية كنت عايش العالم ديالك كنت غادي في الهوية الهوية شكولي يرجعك من الهوية؟ عقلي عقلك؟ ايه ايه اذا بقتي واحد لحظات تتفكر؟ ايه وتجواجت ومقشت متب بعدكش لا ولكن اه حيت واحد الانسان عشرين عام وين بلي؟ ايه راي صعيب تقولي جيتي واحد النار وقطعتي ووقفتي راي الناس كيدخلوا للمعركز ديال العلاج ادمن بشهورة وما كيتعالجوش اه؟ قدك شي ما خدامش لي قناعتي؟ قناعتي ايه لما كيتش ما مجووش كتان شراب كتان وش الجواج يدال لك العقل؟ ايه او الكتاب لي دال لك العقل؟ الكتاب والجواج قرأتي عاد جوجتي؟ لا قرأتي انا بكريه خرج 78 وما تجوجت داباشي خمس سنين دابا ايه وصابت الوراقي في محكمة سلاق نرتوبوط الجوجية ايه لا خلينا من الجواج دابا ايه خلينا نعيف القراية ديالك ايه قاري اه هالكتاب اللي علش مشي تتقلب على كتاب؟ حتى انا قاري مزيان واي ايه حيث واحد المثال تقول اه ففوز بعلمين تعيش حياة أبدا الناس موتى وقاروا العلم أحيا لقيت العلم شي حاجة نور هالشي ما كنتش كتعرفوش حال هادى فاش ما كنتش تنعرفوش حال هادى فاش ما كنتش تنعرفوش مصير دكشي تبعت دكشي ديال الشيطان اه كنتمصير دكشي ايدان كاين غين سيتي اه كتع ناسي اه اه من انت قارتي قصي كاتفكر لقيت الدين والصالة والجامعة هو اللي خدامي ايه ما دكشي ما خدامي هاد الكتاب وش اعطاه لك شي حد؟ لا او لش شريتي عراسك ايوه وشريته والراسي ايوه وقريته ولقيته غادي يديني الطريق الحير هالكتاب في هالكتاب تعلنك الصالة ايه انت ما كنتش كاتعرفوش تصلي ما كنتش نعرف هالكتاب مرية حطي تقيمة جباتين للارد ملاقا لديك الكتاب وليتن عرف الطريق وليتن عرف الحاجان مزيانة وليما مزيانة ومش حيش ريتي هالكتاب ايوه شهادي نقول لك عشرات درام عشرات درام مكين مرخص من هالكتاب رخيص ياك رخيص هاي وجرق من من دك الزوبيا وجرني من الزوبيا وردني من طارق المستقيم بعشرات درام عشرات درام كون مشيتين شي صونتر التعالج كورا خسرتيز بلدي الفلوس بسح ياك؟ والله ايه قطعتي القارة والحشيش باشرات درهم واشراب وكلش وكي باش درتيلي يا زبا؟ كي باش كتاب عشرة درهم تقطع عن تالشي كلهم؟ ايوارا قريس والقيد الطريق المزيانة هي الصالة درسي مصطفى عشرة درهم كانت كافية كافية انك تعالج كمنات المصائب كلها ايا عشرة درهم واش قطعتيه في النهار ولا كي باش درسي؟ كي باش درسي راسي؟ كي باش درسي راسك؟ والوه حت باش يستفدو الناس من تجربة ديالك كيف اش درسي لها؟ تكشي ممقاش مع مربع راسي واللي تسمع الاعدان تنمشي الجامع ايوارا امنت تسمع تناخد راعتك بلاتي ومنين دماغك يقولك رابغيتش حشي شوش حالك تتبعه اه ممتقاش كي يزنزن عليك لداخل الشيطان والوه سنعنا نزيّر راسي حسناً ممتقاش ايوارا تبعتي عجلينا ايوارا يجعل البار قناعات ايوارا اتمنت الشي صار شبعتي ايوارا تبع من دار الخدمة ايوارا الحمدوللات ايوار الحمدوللات شكرا مازار رجع نكمل معك السلطة القصة القصة ديالك ويصي انور انت قصة واحدة اخر مختلفة ولكن انت شديتي الباك؟ ايوارا ماشتيش الباك كنت كنيفوا باك؟ ايه؟ انا كان عندي توجهه ادابي والتوجهه ادابي ما بغيش انا انا سنحب ديك شلي كل حاجة عنده بتيكنولوجيا والمعلوميات علمي؟ علمي منين ما ادابي ما بغيش نكمل فيها لو ديش ديك العلوم والتيكنولوجيا ما بغيش نكمل القراية مهم بعد سافي توجهت لانترنت نقلب هنا فرسي لانترنت ايه اسطيل القراية او ماذا؟ اه اه ايه 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 ابخي داس الشهور بحالكات سافي عشان مجنسترفي في لانترنت تلقى واحد الاشهر ديال واحد دورة تشكوينية كانوا في لانترنت ديال واحد الاخ ميصري ايه مانتما سافي بقيت نفكر واش نشريها ولا لا حيش نقدر واحد ينصب علي ايه 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 سافي بقيت نستشر مع الاخوان واش هاد سيد موتوق واش مام يعني يعات الكلاب منه ممشي مغريبي لا مصري اذا الكتاب غا تجيبوه من مصر ايه من مصر ايه 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 ديمان كانت تستخدم الى كنز ايه 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 الأرباح دياله. ديك هات الكتاب هذا شيح تشوي فيه بزاف ديال الفوصول. كيفش تبني المشروع ديالك الخاصة للأنترنت يعني كيفش تصيب موقي ديالك كيفش تدير واحد تجارة في الأنترنت و تقوم. إذا كان كتاب تعليمي. نعم. و كيفش تقوم بالإداء كيفش تدير واحد تجارة عبر الأنترنت يعني الأنترنت بواحد البحر يعني دا بقاني جيت ندير واحد تجارة غير واحد المحل. ممكن نستفيد غير من الكلية اللي كين في الحي ديالي ولا لا. ممكن تنتشر في العالم. نعم. الساعة مثل الانترنت يمكن المنتوج ديالي وصل لي الناس ديال العالم كامل. كمال كتاب ديالهم وصل لك نتال دارك. طعبية الحال. توا مارباعوا سوقوا إلكترونيا. نعم. صح في مدى كلك المودة صح في الحمد والله بديتوا دخلوني واحد مدخول مادي. قادرتين مشروع. طعبية الحالة. نفتي الخطوات واحدة بواحدة. نعم. مزيلا. من بعد عاوشاني وليس كنشري واحد الكوشوب. نعم. وليس مضم. حتى مصطفى تعلم هذا البيع وشرية معك. نعم. نعم. وعر علي. أنت وعر. وعر علي. وعر علي. باش وعر علي. باش وعر علي. باش. بخدمة. ورع صغير. تباك الله بقي شاب. كتنات الخدم في المارشن. وبلاتي ورعه صغير. تأكمل أخت. تأكمل أختي. تأكمل خلي. بلاتي. تأكمل. تأكمل. صافى ما رحل لك تشيرك الكوشوب منتما وليس كينشري كتاب. والإدمان على الكتوبة والديفورماسي حيث أحسن الإدمان في الدنيا هو تقرأ نحن أمات إقرأ التي لا تقرأ مع الأسف نحن ستقرأ كذبت في هذا الشيء؟ لا لا أشكد أمات إقرأ نحن أمات إقرأ وتنقرأ القراءة شيء هاج من القراءة يتعلم بنادي العلم ونور العلم ونور وشهل وعار وشهل وعار وخبزا نرجع نكمل مع كاسي أنور شكرا لك على تجربة الإيجابية وحقيقة اللي عودت لنا العلم ونور وشهل وعاريك السيد بالفعل أنا اللي بغيت نسولك معنا نضروش بمشكل عام على القراءة والعلاقات للمغربة بالكتوب والأمية اللي عندنا مع الأرساف ولكن أنا بغيت نتكز معك في نقطة محددة هي كيفاش يكون كتاب واحد غير حياة أنور وغير حياة المحجوب وغير حياة زعماء ما له هذا الكتاب؟ ما له هذا الكتاب اللي ممكن يعالج إنسان من القارة والحشيش والشراب والانحيرف رجعوا لطريق الله بالفعل غادي نطلق من الأشياء اللي قلتي قلتي هي هيط الله سبحانه وتعالى هديط ربي الكادو تربي بمعنى أن مني تنتحطوا على الهدية اللي تجيب الله سبحانه وتعالى تجيب عن طريق كتب اللي متعددة الكتاب بالنسبة للمحجوب لا سنستفا لا أنور هو بنتابة علاج نفسي عيادة نفسية المجموعة المتسؤولات اللي كانوا مات يطرحوها ومالقوش حال لها صح بالنسبة مثلا لأخذنا على سبيل المثال السيمسطافا قال بأنه مر من اللحظات لألم الحصرة تاه في هذا العالم اللي هو غريب بزاف ولكن القاء في كتاب تعشرة درهم أرخيص أرخيص بزاف ولكن فيه من المعلومات لرجع الله سبحانه وتعالى هوتيه قال حقيقة هوتيه ولكن شنو اللي يجعل السيمسطافا يرجع الله وأنه كان عندوها الاستعداد نفسي داخلي أنه يرجع الله وخهوتي سكر وخهوتي كمي ولكن قلبه بيض فيه واحد ضرر من الإيمان خاص فيه يكبرها ويعظمها صوري سبابا شي سبابا شي بالنسبة للمحجوب هو الفلسفة دائما تساؤلات دائما تساؤلات دائما البحث عن الحقيقة بالنسبة لي هو أخذ واحد المادة اللي هي أصيلة جدا وهي الفلسفة وصل بها حقيقة الله سبحانه وتعالى ولكن عن طريق ماذا؟ عن طريق كتاب اللي هو التي تعتبر كتاب اللي هو أعطى حقائق جاوبه على الأشياء اللي ما قدرش يجاوبها على أي إنسان أخر أما بالنسبة الأنوار ووجد الضالته في الكتاب اللي غدي يفتح لي لمستقبل الأمل ومستقبل التغيير ومستقبل باش يدير واحد المشروع تعه خاص وقال لك الكتاب شريجه وخغاني ما تيهمش لكون غالي ولمغانيش هل كان يكون عمره مشرى كتاب ولكن هذك الكتاب كلفه مئة دولار والمع شنو شرى؟ بالفعل لش لأنه ألقى في ذاته ألقى في الأشياء اللي كان هو فقدها داخل المدرسة اللي ملقاهاش حل له قال لك أنا كنت في الأدب ولكن كنت تلقى نفسي في العلوم خرجه من المدرسة لقرأت من السوتاية ولكن هو تيقل في الانترنت جبر بأن واحد الكتاب سيقدر يؤمن به أعطى الفلوس هنا تيبين بأن الإنسان راح الكتاب يقدر يكون هذا التغيير هو هذا التحويل اللي هو جذري أفكارنا وماضينا وحياتنا وآراءنا وربما حتى حتى الناس اللي حيطين بينا وربما حتى أنتم ما تكون عندكم تأثير تيطروا على الوحيد نعم شكرا لك والسد المساعدين توقفوا لحظات مشاهدينا على فاصل إعلاني ونرجعنا نكمل قصة الناس نكمل معك القصة سي محجوب على مجموعة كتب هو ما كانش كتب واحد محاضرات محاضرات أعطاهم لك الصديق ديالك ووفر عليك بزاف ديال الأسئلة وثنوات وحدة ديال الأسئلة حتى أنت قدرتي بحى الأنوار تقرأ وتعاود تقرأ وتعاود باش تصرت وتهضم ذاك شي اللي كانت لك المادة تشيقي لك تريتهم مرة واحدة دخل صافي بحلى حفظته يعني مرة واحدة كانت كافية يعني تعطيك بورهان يعني لها البناد منها ببغاي الصافي تقلك أنا ما بغيتش يعني ما تجي تقبلش وبحالك لا تتقبلش يعني تعطيك آية والبورهان ديالها وفري بعد 1435 عام تلقى بلي ذاك شي اللي تتقالفد الكتير هذا هو اللي تتردب من خلال أمش اللي بزا بحال برزخ ديال البحر بينهما برزخ لا يبغيان يعني القبل البحر بينه بحر وبحر بحر فلون وبحر فلون وبحر فلون وبناتهم شفاف واحد برزخ علمي الكين علمي الكين يعني القرآن قال هادي 14 ألف سنة يعني مستحيل أن نبي في ذاك الذي يسمينا نبي أمي مستحيل أن شخص أمي في ذاك الوقات أنه يكتشف الإعجاز هذا الاكتشاف هذا النوع د الأفكار ما كانوش يدرون لك شوية النشاكل مثلا مع أمك ومع داركم يقول لك انتا يا رش دخلنا لهذا الشب وقاتحنا قال فطرحت لأمم بحال الناس فطرحت لأمم السؤال يتقولي لأم ديالي انت أفخرتك قاتلية بحال ديكارت حيث تعرفون جهي حال م configure عالك حيث أنتتتت تشك أراك عاضي دحك بصطفى زعمى وضحكي على شئ ضحكك على شئتضحك قول لخارة التينائبينا كيفاش تمت thrug Dag多 –ree via profitable اسمتي علي بغيتي إذا أنت هي هاد الكتاب قطع الشك أخا، أوليتك تصلي؟ أنت رأت تصلي؟ لا، أوليتك نصلي أخا، كيف هاش رجعت هذا المرات أصلي؟ أعني واحد أتمئنان شحالي كانت كما قال واحد الأسئلة كنا دخلنا عنده قلنا أسئلة الشيطانية تسميه هو أسئلة الشيطانية قلنا الأسئلة الشيطانية إن فتنقول الله كبر تيطي يحوذك الأسئلة الشيطانية في ذلك الوقت يعني ما تخليك دفع ذلك الأسئلة بحلها مع مر اسميته يعرفتها كالام تافي تغلبتها الشيطان؟ لا حيث ذلك الأسئلة تلمسو الكائن الداخل تلمسو الكائن الداخل بحالة تضغطها المسلمين في النقطة الضعف المسلمين حيث تشدوها يعني ذلك الأسئلة إن فو يسمعهم شي واحد اللي ما تقل هات سمع بشي حاجة اسمي الإسلام يقولك الإسلام ما كينش إن فو يسمع ذلك الأسئلة أي لغي وجود الإسلام أنا متأكد حيث ذلك الأسئلة كتعارف شوية ليس نقولك عارف كل شي لا نحن نتعرف كل شي كتعارف شي حاجة في الدين ولكن كمك تأكد كمك تشعارف ذلك الحماج في الدين إن فو يسمع ذلك الأسئلة كما تلقاني دفاجينة إذا هات المجموعة المحاضرات هات المجموعة الكتوب اللي عطاك صاحبك اللي هما عطبرنا اللي هم بالكادو هدا زعماء كادو اللي من خلاله شدتي الطريق وما قديش كتفكر ذلك الأفكار وذلك الوساويس ها هدا هيا ها 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 نحن على حق ها 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 وهو وهو ها ها ينفصل في الخلق تلك ينفصل ولكن انت قلبتي باش ترضي انت وراسك باش تافقه باش تبقاش انت تشرقه هو يغرب جاب الله كتب هذا دابل الشكل كيفاش تتمارس دقوس لعبادة ديالك الدين ديالك رمضان ديالك الصلاة ديالك بقناعة بتخشوع اعطيني الجديد في المحجوب من بعد الكتاب يعني تعلم اول حاجة كيفاش تبغي واحد سيد سيد الكون محمد كيفاش تبغي انت قررت السيرة ديالك هتبغي قررت السيرة النبوية من بعد الكتاب ها هذا شيء عمرك مادرتي لا عمر مادرتي واخر شنو الحواج اللي حبباتك في الدين ديالنا وفي العبادات وفي التقوس وفي الشعائر ديالنا ها تأس اول دولة العدلة تأس في العالم الدولة الاسلامية الاسلام محمد الله سلم يعني هذه كافية تشوف واحد اعمل الدابة الولايات الممتعات الأمريكية لن عنداش العدلة لكن مقدر محمد في اسلام العدلة محمد صلى الله عليه وسلم كما درى مع مرض الشهدولي الآن درت هذه العدلة يعني تتلقى الأخلاق دياله كيفاش كنت تتعامل كيفاش عفاء على الكفار كيفاش حامل حاجة يعني إذا دخلت القصاص سير النبوية كلها قصاص تتعمقت في القصاص وفي القصاص ديالي محمد هناك قصاص يعني كما تقول ما ذكرت القصاص وعبتا يعني تتلقى القصاص التي تتحدد القصة عمر بن الخطاب قصة دياله كافية يعني 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 سبحان الله هم حجوب واحد الكتاب واحد كيف تحليك الباب البوابك تتحل بزاف الاف ولا معاف عشرات ولا مئات ديال الكتوب اللي بديتك تقرأ في هذا التخصص مثلا في الكتوب الدينية مثلا ولا الكتوب اللي كتبت بصير النبوية ولا الكتوب أعطني المدى التأثير ديال هاد التحول اللي في حياتك ولا تغيير اللي في حياتك لأصحابك على الأساتينا وليتنحورهم وليتنجلسهم وليتنحورهم عندما يستعد نحورهم ايه وليتن يعني الدرجة أنا لتشاهد لنحورهم تلقاهم بحل لقد تحس فرصانا أنا بوحدة اللي عارف أنت أقوى من النوم اه حيات تلقاهم تلقاهم تقربا نخوين حياتهم ما بحالك كانوا في النوال اه بحالك لديهم لديهم حقيقة ما كتستضموش مع بعضياتكم حيات الإنسان وعادو ولي عجالهم لا بخي بغي يستضموك ما عندوش حياتي نقول لي يعطيني كم معطيتك انتداب ولو عندك الوسائل ديالاتبات ومشتقناع طبيعة الحال حياتي المعريفة شحال تتضوي طبيعة الحال حياتي تتحل العينين شغال تبقى في ذاك شغال تبقى في ذاك شغال تبقى في ذاك شي اللي بناد شغال تبقى في ذاك حياتي يعني لديهم الحمد لله لكل حال إذا نرى هذا الكتاب مازال سيمسطافا شراد عشان تعتالك فابور الصحيح تعتالك فابور فابور كادو من صاحبك وجه صدفة يعني اذك صديق ديالي اذك صدق ديالي اذك صدق ديالي اذك صدفة تلو أدي شنو قال نال أستاذ شنو قال ناسم ويقول لوش حضرت المحاضرة ويقول لي ادي الله ما حضرت شنو قال ويقول يا ذاك كلام ديالي اهاتي روون وصف تلع لاش قال يا قراد احمد ديالي قال لي مبغاش يناقش معي قال يا قراد المحاضرات هذا دور تعتالي الخبر نعم ومن محاضرات ديال هذا الدكتور هذا العلامة المحاضرات ديال علماء وحدين اخرين توسعتي ودائما تبقى دائما نمحذك العرشان فلاسفة فلاسفة تأكدو علماء تأكدو بلدين ديالنا لحق ورغم انهم لم يسلموا تأكدو بلدين ديالنا لحق تطلعوا هكا نسمعوا واحد سلم بصح تتلقي المسيحية مثلا تتلقي عشرين كتاب ديال الانجيل تمنيا ديال كتاب ديال يعني من قسم القرآن تتلقي واحد يعني ما ممكنش تلقي إننا نزلنا الدكرى وإننا لا وحافظون هذه بحدة تالجون هذه اعجاز نعم شكرا بزاف على الجريبال العوتي لي سياسي المحجوب واسم سطاف وده بجأتنا بتقول بلك أضحك على أنور علش ما نعرف شكرني فكرك بشي حاجة فكرك بيام كيف حاجة كنت يسعر لا مياس ما سنة مية وسبعة وعشرين دولار ما نعرف ستدقش هو اشترك كتاب بتمية وعشرين الف ريال تمية وعشرين الف ريال وانا شريته بأشرة دريال ولكن رأى نفس تأثير لا لا هو اشترك كتاب لا هو التأثير ولكن تأثير ديال الكتاب عليك نفسه تأثير ديال الكتاب عليه واخرش ليتون فهمتين انا فهمتين انت شريتي بعشرات درهم وقلب ليك حياته كاملة هو شراب ثمانية وعشرين الف ريال وقلب ليه حياته كاملة برزدو برزدو في الناجح في طريق الناجح الحمد لله شدبيت طريق شدبيت طريق اللي ما كانش انت يا سيم سطافة عشرات درهم ديال الكتاب ربحاتك صحتك الحمد لله وعمرك وقطعتي عليك ذوك البليات والقهاوي والشراب وكل شي وولدتي ولا توليد سميته تبارك الله كل ما كان ذلك الكتاب كوراك باقي تأثير من قدر كورا غادي متبع كورا غادي متبع الاخوال خاوي الاخوال خاوي اي ذلك الشيخ الصافي قناعت منه تندخل ده بيت الجامعة نحسب الراح بيت الله مشتي الله مالك الحمد لله وكيفش تأثير الموحيات مثلا مرأة مرأة تستطيع تصلي تهيات لا تنعيات فيها تصلي من بوست تصلي ومالها ما نعرف ما بوست تصلي مسكين كيفش تتعيات فيها شكا تقولها تنقول لها الطريقة اللي دايما رأة وشلي ليتايش يكتاب وقرأها ما تتقراش لا هي مقارياش مقارياش نحفظها نحفظها نعلم السورات ونعلم مارا لا دعما أتعود لها القصة دية الكنتة تقول لها شو في أنا ركي كنت وهذا وهذا تقرأي في الهوية اه دباش عمل وعتي هي من ينخدات كنتي بقي في الهوية ولا كان عفا عليك الله من اللي خداتني اه لقاتني عفا علي الله صافي بقعت من ذاك قد ذاك الشي ما خدمش اه بديتتنخدام تنخدم دبال خدمة عندي تنخدم مع التريسيانات تنخدم مع برومبيات تنضرب طرانشي وقع الخدمة والقرية والقرية بقيت باقي عاقل 188 سبعين باقي عاقل اعلان تغيي عاقل ما ستقراش تنقرأ لقيتشي ما نقرأ تنقرأ كتشري كتوبة اه من الكتابة تسمشي ديالة الكتوبة لكتشري شريت كتاب ديال تعليم الصالة ايه وشريت كتاب ديال عذاب القبر عذاب القبر اه 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 واستافت منه هدوجوش كتوبة لشريتي شريت كتاب قرأ الجورنان تنقرأ ايه هاجة تنقرأ كل شي تنقرأ كل شي مزيان هذا الكتوبة في دوني انو كتبت ديالة زريعة شمرات يكون فيهم شيحواج شي معلومة فيهم راي العجب تنقل زريعة وتقرأ الناس اللي مودمينين على القراية لا ما عجباتك شادي مهم راي ها ها كتاب أختي ولا رد في هالطريق الحمدو الله كتغادي في الهاوية الحمدو الله كنت بقيت تبعدك شي ديال تشرب و ديال القاوية وهذه ما غانديرش لولاد معلوم ما غاندير والو كراك الله يحفظ شي مرضى و ديال تنقرأ الوالدة تجوش هتقول يدب الراسك حي تعرفتني خارج طريق ما بغاش تحمل المسؤولية معنا لا هني قلبت الراسي وتجوشت الراسي مزيان الحمدو الله الحمدو الله هذيك الكتبات ديال اللي عندك باقين في الدار كينين في الدار محافظ عليهم رهما سببك في التوبة و في الهداية و في كينين بيضاء عندي والبلغة و كل شي ايه شاك بولي سنكذب عليك والله على شو ما تكذب علي وحنا سنكذبو على بعضيات لا في الماتين لا تنجيبهم و تنجيبهم لا تنجيبهم لا لا تطيقين فيك و ديال لا شح تقاريك ري أنا مش عد غيبنا لا تنجيبهم لا تنجيبهم دا باسي مصطفى عشرة الدراهب بدلت كل شي لحياة ديالك بدلت لي لحياة ديالك انت قلت لي ما كنتشي خدام و لديت خدام ما كنتشي كتقري والدك و لما مجوش ايه و كنت ببحدة من الحياة دي ببحدة غتال انت و الناشط ديالك دابر مغرب تتلقيني في الدار تتقري ولاد و انا قاعد شاعت في فاسع تيودي الادام تتلقيني في ديالك و أمي مزيال و تُدري ما نخليشي الآن في الزنقة ماااااا باش ميتعلمش ديالك و تلاBق مع محالوالا مالو مالو قرأت و ثنانان نقري انا قريت مالمون مأتبعيش انا لا تأميش هواء و تتجاب الله العشرة الدراه لايش دبتنا نقري باش ميتعلمش ديالك و تنجيب مالو حتى اريك و نبغي اولادنا يكونوا حسن من الأمر. الله أرحم لك الوليد. ما عندي رضينا. لماذا أضربها تلف أولادناتا وما تضربهم تلف عاما؟ نحن نحن ناسئين وأقمناه حقا. نحن نحن نأكسين أمرون وأقمناه ارئينا. هممم. همم. عممنا. هاكذا شيء من المور الكساب. هاي. هما فالأول كنتي ذلك. فكنت تغادي بالهوية. ماذا يبني بالخول في القائمة كيف تغير أو يتغير. قتمود مين. هممم. لا يزير راسو. تكون عنده إيرادة. زيّرت عيش مخير. أنا مكتب. شكرا لك سي مستافا. برد الله بك أختي. بدتك تدخل في ليسات من مور هذك الكتاب؟ طبعا. بدأت ألف وربعمية درهم؟ بدأت من أربعة شهور بحركة بدأت بيبانون نتائج. ديك الفلوس سنعود تنصيش مرة أو شانا وشانا وشوية نخلي عندي انا. من بعد وليش كيف مقتلك موضمي إلا شيراء الكورشوب وليفورماسيو. إيه؟ ممكن إليش نشريهم من المواقع ها ، لا بلا اسمية دي المواقع ولا باسمية الكتوبة. أهه. سنشري دي ماندي فورماسيو حاليا تطورت مهارات ديالي. إيه؟ لشعني ديري بنظام الحماية المعلوماتية ولش عندي ديري كيفاش البرمجة دي المواقع الإلكترونية كيفاش هلش يكون له كراتي في الكتاب؟ لا من بعد. في الكتوبة الاخرى. في الكتوبة التي توالت من بعد. نعم. حالياً تنتور بأبليكاتي تلفونات وتنسيش مرة أو شانية واحد لاائد مادي وخاب هو ما شي كبير تنظن أنه من بعد تقدر شي أبليكاتي وتشهر عندي وش ليس لدي شي واحد يعني تطبخ لمستقبل من ناوحد خمس سنين ستنين أبخي عوشي من تانت علمت لن تعلمت المعلومات التي تعلمت ولكنem partageام معدراري خرين يعني عندي دي بلوك في الانترنت تنكتب معلومات ولا في فيسبوك إذا مزيانة شوال فكرة المشاركة مع الآخرين يعني كوش يصري السفد مزيان أو تني ذيك الكتاب صافي ولا هو الرافيق ديلي حاطه في واحد لما كان يتقاش الكنز الكنز ديال كذلك بطبيعة الحال صافي شوالت الحمد لله حاليا نشريت واحد الكتوب حاليا عمشين كتوب اقتصادية حاليا عمشين تنتعلم كيفاش نتجرب العمولات أو ما يصطلع عليها بالفوريكس يعني البورصاق ومحاليا عندي واحد راسي بسعيد ما شي كبير بززاف نحاول نتداول بمرة شنكسر مرة شنربح وإن شاء الله كله انتقاس دارك فقط نبيرو عندك في الدار بيت النعس بيتك بيسي ديالك هو المكتب هو كل شي ديالك هو كل شي حياتك و لا سمع الحمد لله حاليا ندخل الانترنت ديالي شنخلصها الراسي تليفون كل شي عندي مزيان يعني وليش مستشاقل مخا مدين مدين مزيان محمد لله حاليا وليك تنموم أي حاجة وتلقو لي وحا تلاقى في الحياة اللي سنسكن بها تنميشي العالم أي حاجة العالم العالم أي واحد خاصة وشي حاجة شي شي شل عندي وليتي مرجع ديال قاضي القضاء زمان ما تديش علي زمان هذا أقديم عليك قاضي القضاء موم أي حاجة وليتي مرجعية ديالون في الحومة كل شي وليش يعرفني ذلك العبقاري ذلك دماغ خليفو مالو خاسر ديال عالي بيسي مالو وتبارك الله عليك سافي منتما عالي منتفع عمرك ش حاجة تكون عندك ثلاثة عشرين عشرين عام يعني منتفع عمرك تبارك الله لا تكون شي حاجة وكوانت واحد زبائن وحداقرين تنصيب لهم تقريبا عندي ذباشي خمس زبائن حاليا تنصيب لهم مواقع منهم مواقع ديال مدارس خصوصية منهم مواقع ديال تيجارك يعني ديال شركة خاصة اسميتك سي أنوار اللي بغي يتعامل معاك مثلا فين يقلب عليك شنو اسميتك شنو كنيتك شنو شنو يدير ممكن أعطي إيميل ديالي أعطي الإيميل ديالي حيث حيث نحن بلنا نعاوني الشباب انوار الهراج عرباش جيميل بوانكم ولكن يدر اسميه وكني ويلقاك طلع لي في جوجل شنو أنوار شنو الهراج الهراج ديروا أنوار الهراج باش يتعاونوا معاك وباش يدخلوا معاك في العالم ديالي شكرا لك بزافة أنوار على هاتجربة الإيجابية اللي عاوتينينا طيب إذا شفنا أستاذ المساعدين كيفاش ممكن كتاب بحل العينين ديال هاد الناس وأيضا تأثير لأنه دروا على التأثير الذي ذكرنا عليه قبيلة تأثير ديال هاد الكتاب من ناحية الفرضية وأيضا الجماعية على مستوى المحيط لكي يضرب هذه الناس بالفعل أخي نهد بصراحة في الوقت اللي نحن نشوف فيها الإحصائيات تعالى من الدوبيا السامية تخطيطة قلبي أن متوسط قراءة الإنسان المغربي جوج دقائق في اليوم عدنا مثال اليوم على أشخاص اللي هم حاولوا من خلال القراءة من خلال اطلاع على كتب جديدة أن يغيروا حياتهم بالكل مدى تأثير الكتب كما قلتي على شخصيات الأشخاص وعلى شخصياتكم بالضبط هو تأثير اللي هو واجيه جدا وتيبان من خلال مثلا الأخ مثلا أنوار الأخ أنوار مثلا كانت عنده في الماضي توحد الاستعدادات نفسية أنه يغير بثلاثة هم كانت عنده محط تربة وهذه التربة خصبة تحتياجات كينا كانت عنده محط تربة خصبة اللي هي تنسمي أنا الإرادة ايه بثلاثة بغوا يتغيروا بثلاثة بغوا يرجعوا ناس مشيتا عزمان ناس بشكل آخر بصورة أخرى برأي آخر بالنسبة للأنوار لدرجة أنه قال ولو تسموني في الدرب العليم بمعنى شنو حاول أنه يرجع الصورة اللي كانت تتمنى فاش كان في المدرسة هذك الإنسان التقني هذك الإنسان اللي تحب الوسائل أحقق الحلم وهو تتحدد وهو يضحك بتسيم بما قد حققت حلمي بشكل أو بآخر يعيش له الحلم واقع دبا كأنه طمس أديسون اليوم داخل الحلقة طمس أديسون لم يصل كلهم كانوا بدايات أديسون ولا غيره كلهم كانت بدايتهم فاشيلا بدايتهم فاشيلا في الدراسة البدعينشتان غيره تواحد ما تزاد ناجح تواحد ما تزاد ناجح ولكن الإصار والعزيمة أنوار جعلته أنه يصل الكتاب جعله الكتب اللي حاول أنا يتنونها في البرنامجيات وعلم الحاسوب جعلته أنه يأخذ واحد نظرة إيجابية حول المستقبل واليوم رها غادي في الطريق نحو التحقيق كتاب ونغير حياتك بالنسبة السيم سطفا مدى نعكاس كتاب على طربيت حتى أولاده قال لك ما بقيتش أنا هذك الأب تلماضي ما بقيتش هذك الراجل قبل ما يتزوج لا ولا ينصح مرته بشتغل تصلي من جديد ولا يأطى على ولاده من خلال القراءة ولا يحذرهم ولا يتبعهم تيربي تيربي ولا تأتي الكتاب ماشي لحظة شرى كتاب بعشرات درهم ومشيو تبخر لا الكتاب ولا استمرارية في حياة السيم سطفا نعم أكيد بالنسبة السيم المحشوب بالفعل ربما هو أكتر أكتر احتكاكا بالمجال العلمي علم النفس تخصص الساعة فلسفا علم النفس ديما الأسئلة ديما الأسئلة الشي اللي جعلت من السيم المحشوب أنه يوصل لحقائق علمية جعلته أنه هو يلعب دور الداعية في حد الوقت كتسب من كتاب أشياء وما وقفش الكتاب السمر معه في حياته اليوم هوتي أكتر لأشخاص قل لك أنا تنجد لهم في الماضي ما كنش نقدر نأطر على الناس وليس نأطر عليهم في الماضي ما كنش نقدر نتكلم اليوم تنتكلم في الماضي ما كنش نقدر نتحدث على الأمور الدينية اليوم تنتحدث في الماضي كنت نشوف مثلا واحد العالي يمتي تحدث ونقدر ما نقتنع شو اليوم اللي تنقتنع اليوم اللي تنعرف السيرة النبوية نعرف الله نعرف الرسول ونعرف أشياء كثيرة اللي جعلته اليوم إنسان اللي بالفعل تتنطبق عليه كتاب وغير حيات نعم شكرا لك بزاف سي المساعدين دونس قبلوا مشاهدين الكرام حمزة أمروا مصلاح تقرأ واحد الكتاب بعد الفاصل سي حمزة مرحبا بيك سي حمزة ما كنتش كاتصلي ما كنتش كاتقراء ما لأ عندك عالم بوحدك لانترنت وحد بزاف للشباب إدمان الانترنت والساعات الطوال قدم الشاشة ديال الحاسوب تلوح النارية قرأتي واحد كتيب ومنتش الطريق وعرفت الحياة وحليت عينك على الحياة أو لدي جربة زوين عندك بالنسبة كنت في الأول كما قلتي ما كنت لأ هامل دراسة ديالي و الوقت كان عندي غير كنضي أو الزرف وصف حذا اللي غير اللعب قتل الوقت حال لك لك عدو قتلوا بابا نعم الحمد لله تعرفت على واحد صديق وصفني غاري في ذك الطريق اللي سيلبي ما كنت نفع فوالو وهو مو لعب قرأة الكتب كان عزيت علي كتب اختار حاليا لك الكتب حتى عرف أنه غير فعني مزيان اذا هو تعرف الوضعية ديالك وعرف الإدمان على الانترنت وكذا عرف مين يجوز لك وقال حاليا وقال حقيقة في اللول كنت كنت طرد من وقال حيث أنه لم كنت لم كنت كتب كتب مع المود تبقى حاليا جزاف وقال نعمل خاطر ونقر الكتب اللي عرض عليا اي اعطال للمر اللول ففي اللول قل عطي باطي كده ما ديت تشف شف وحطيت لذات الايام وعود جزا عندي قال لي يام درس صنع ملتي في الكتاب وقالت لين زيك الصراح هذا الكتاب غير في وحطيت وانت لم تقرأ كتاب كتاب وشوف شون فيه يمكن تكون شي حاجة فيها المنفع وانت ممسل لها الدرجة لك تقرأ كتاب كبير بزي شوية شوية اه اه اذك السعاميزة عندي وعودني لحالية وقررت انني نعمل خطر ونقرأ ايوه بعد قرأت مجدد أسبوع قرأت مجدد أسبوع بسأني هاكذا والحمد لله كتكمل من الانترنت وعادت تقرأ شوية ولا كيف كن سوف فيديو من الانترنت وكان قرأ كتاب ممكن تقرأ سيمانا كتاب سيمانا بدأت من بعد سيمانا شو تبدل بزاعة بزاعة ما تانا شوية بزاعة بزاعة حتى عندما صبرت سيمانا تكمل الكتاب رأي تيشد شدك نهار الأول نهار التالي كلنا كنعرف هذا زديد في الأول كنتي تقرأ شوية الوقت في نهار الأول في نهار الأول ساعة ونص ساعة ونص في الأخر تتشوية بالضر الخيطة بطاع عليك أن تتكمل بتوصل للأخر كتاب كنفق السوق ديك بس تكمل النوقع في الأخر في نبغا يوصلوا عد الناس والحمد الله تعلمت فردني أني كيف ندير قصة من وقت ديالي كيف نتعمق في القرا يا إي الوقت ديلي ما نخلي صيد عغير لك وقت كنت ضياق بالربح و الحمد الله أصلا ديالي القرار ديالي ما هو القرار ديالي لا أصلا وقت و الإدمان أصلا وقت كل شيء هذا وقت العلاقة مع الناس الحمد لا وقت ندخل الزماء في الأول الحمد كانوا أصلا 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 العلاقة تأثير والتحول في حياتك الوالدة الوالد والأخ ما تريد تقريبا أصلا كنت داخل أصلا تدخل تدخل المكان كنت أصلا أصلا فا لا أصلا أصلا تتاكل تتكال تترب مع الوالدة لتحول ما كان من المكان أصلا وقت وقت أن أصلا هذا كتاب من الصادق اللي بغاليك الخير كيفاش بدل حياتك وكيفاش رجعك تتعاود البرمجات ديال الوقت ديالك ديال الأولويات في الحياة ديالك شكرا مزافة حمزة على هاد جريبا اللي عاوتينا طيب سيلمسادي في نهاية هاد الحلقة والمشاهدين الكرام اللي كلهم تشوفونا كيفاش نوصلوا لهادك الكتاب السحري اللي ممكنني بدل حياتنا علما أن الإخوان كلهم تنشوف أن علاقتهم الكتوبة هي علاقة نفعية ووظيفية كيفاش نقرأ وغير ذلك شي اللي غينفعنا يمكن العيات التي يبغلو الطب خيقرأوا الكتوبة ديال الطب خلل الناس التي يبغلو الدين يقرأوا فقط الكتوبة ديال الدين ولكن المفرد أننا نفتحو على كل شي نفتحو على قراءة كلها وعلى الكتوب كلها باش ننصحوا رأسنا ونصحوا الناس باش نتوسعوا في المعرفة بالفعل أستدون هاد من يتنجيون نشوفو فهم الكتاب اليوم الكتاب خلاص نفتحو عليه بطرق ديال متعددة ما خلاص نحن نقفو حول مثلا دراسنا مثلا داخل المؤسسة التعليمية فقط لا خلاص نحاول أننا من قدرتنا في اتجاهت لي متعددة ما كفيش أنك تكون مثلا متخصص في مجال محدد وتقول لا أنا غادي نقرأ لي أنني مختص في الدراسة الإسلامية ولا في العربية لا اليوم الكتاب تغيير حياة كما قال ما تنسي حمزة لفت أنا منين بدا تقرأ هذك الكتاب وقال بتماعون والكلمة عجبتني بزاف في اللي هو القرأ بطريقة ليع شوائية ولكن مني قرأ بتبعون وصل حقيقة الله وصل حقيقة النبي وحاول أنه غير تصورته وهنا تذكر واحد القولة وحاول حكيم بعجالة يقول إن أجمل أيام الحياتين حينما تنجلس أمام ضوء الشموى وأمام كتاب مفتوح في حوار ما أجيال لم تعاصره تلك متعة ليس لهم تلك يعني أن الإنسان هو تفتح الكتاب برحمة ما شيء فهذه اللحظة لا يسافر تهدر معنا سخرين تستفد تقافة تستفد تاريخ تستفد شخصية تجارب بتاعنا سخرين ربما نحن لا نستطيع أن نعيش في تجارب باستمرار لكن من الناس أخرين نستطيع أن نعيش في تجاربهم وبدل أن نسقطوا في نفس الخطأ تستفدوا من تجارب هذه الناس ربما اليوم الكتب موجودة في الأسواق وكذلك يجبنا الإيمان بأننا نقلبوا عن نفسنا ونوصلوا وقصصكم تماما شكرا لك بزاف الأستد محمد المسعدي شكرا لكم الحضور الكريم سي حمزة شكرا لتجربة لعوتنا سي أنوار بتوفيق إن شاء الله سي مصطفى شكرا لك على المشاركة سي محجوب شكرا بزاف شكرا لكم مشاهدين اللي سبعتونا في هذه الحلقة كتاب غير حياتي كان هذا وموضوعنا اليوم في قصة الناس تلقى نهر أخر مع قصة واحدة أخرى حيث باقي في الناس بزاف ما يتعود السلام عليكم